تعالى أرجعك تاني على حديث فخامة الرئيس أثناء جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية عن الأوضاع في المنطقة بالتحديد يعني تحدثنا عن الاقتصاد طب ما تيجي نتكلم عن أوضاع منطقتنا وقال مصر ليها ثوابت في سياستها مصر عامل استقرار في محطها أبداً لم تكون مصر ولم تكن عامل لقلقلة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال أقول لك خلينا نسمع مصر دايماً لها ثوابت في سياستها بتتسم دايماً بأنها تكون عامل استقرار في محطها كالعادة ودي مش أنا بس اللي كنت أحريص أن أنا أدير سياستنا الخارجية بالطريقة دية لكن أتصور أن إحنا كان دايماً مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال وما زلنا على كده لأن نتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إيجابي دايماً في إيجاد حلول للأزمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا وهي كتير زي ما أنتم شايفين دول الجوار عندنا أشقائنا في ليبيا أشقائنا في السودان بدون شكل أزمات دي لها تأثير علينا أيضاً لكن إحنا بنحاول نكون عامل إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار وكان الهدف منه من إحنا بالتنسيق مع دول جوار السودان إحنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معنات الأشقاء ويعني تعود السودان مرة تانية يا رب وفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله